سين ما الحكمة من خلق الله للحيوانات الضارة كالأفاع والعقارب والفئران وما إلى ذلك إذا كنا لا نأكلها جيم أولا يجب على كل مسلم الإيمان بأن الله حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا وكل أفعاله صادرة عن حكمة فإذا خفيت الحكمة في فعل من أفعاله تعالى على المؤمن فإنه يلوذ بهذا الأصل ولا يسيء الظن بربه ثانيا من الحكم في خلق مثل هذه المخلوقات ظهور إتقان صنعة الله في خلقه وتدبيره في مخلوقاته فعلى كثرتها واختلافها وتنوع طباعها فإنه يرزقها جميعا وكذلك فإنه سبحانه يبتلي بها ويأجر من أصيب بها وتظهر شجاعة من قتلها وكذلك يبتلي بخلقها عباده من جهة إيمانهم ويقينهم فأما المؤمن فيرضى ويسلم وأما المرتاب فيقول ماذا أراد الله بهذا الخلق وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه في تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو أدنى منه في الخلقة وقد سئل بعض العلماء عن الحكمة من خلق الذباب فقال ليذل الله به أنوف الجبابرة وبوجود المخلوقات الضارة يظهر عظم المنة من خلق الأشياء النافعة كما قيل وبضدها تتبين الأشياء ثم قد ظهر بالطب والتجربة أن عددا من العقاقير النافعة تستخرج من سم الأفاعي وما شاكلها فسبحان من جعل في الأمور التي ظاهرها الضرر أمورا نافعة ثم إن كثيرا من هذه الحيوانات الضارة تكون طعاما لغيرها من الدواب النافعة مما يشكل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة التي أحكم الله خلقها فيجب على المسلم أن يعتقد أن كل أفعال الله تعالى خير وليس في مخلوقاته شر محض بل لا بد أن يكون فيها خير من وجه آخر وإن خفي على بعضنا كخلق إبليس وهو رأس الشر فإن خلقه فيه حكم ومصالح منها أن الله يبتلي به خلقه ليتبين أهل الطاعة من أهل المعصية وأهل المجاهدة من أهل التفريط فيتميز أهل الجنة من أهل النار والله أعلم